موسيقى الفورم الخاص بيوبيسوفت تقرأوا تدخلون وتشوفون التحديث بالتفصيل شنو التغييرات اللي موجودة عليه طبعا أول تغيير هنا هو السبتايتل والاوديو بالنسبة الكينر هذا ما يهمنا بالنسبة للوابنز للأسلحة الرايفل العتاد الخاص بالرايفل راح يزداد من 280 طلقة إلى 420 طلقة يعني لما تختار الرايفل بدل ما يكون وياك 280 طلقة راح يكون 420 طلقة طبعا بالنسبة للتحديث هذا الحجم الخاص بهذا التحديث راح يكون 1.2 جيجا بايت بالنسبة لجماعة البي سي البي اس فور راح يكون 1.5 جيجا بالنسبة للأكس بوكس راح يكون 2 جيجا طبعا بالنسبة للجير سيت او الجير الاعتاد اللي موجود فقط اعتاد واحد اللي تم التغيير عليه اللي هو الفورج طبعا هذا الهولستر المسمى هولستر المراكامي راح يزداد صحة الشيلد من 10% الى 50% يعني لما تخلي هذا الهولستر راح صحة الشيلد ما لتك تزداد بنسبة 50% بدال ما انه هي 10% حاليا وهذا شي قوي جدا الصراحة راح يخلي هذا الهولستر مفيد بشكل كبير يعني شيء اساسي راح يكون لما تلعب بلد شيلد بالنسبة للجير سيت فقط التعديل صار على الدرع المسبك بدال 3% تجديد درع لما تختار 3 قطع صار 1% تجديد درع لكن ضافه ويا شغلة اخرى اللي هي ينطيك 50% 50% صحة درع طبعا لو ضفت هذا لو خليت 3 قطع من هذا البيلد ويا هذا الهولستر فرح يزداد عندك صحة الدرع عندك 100% لو كنت تلعب درع عالية يعني لو كنت تلعب سكل تير او كنت تلعب تير ستة بالنسبة للدرع فرح يكون درعك اقل شيء 30 مليون وهذا رقم عالي جدا الصراحة بالنسبة للبي فيي بي بي مو ذاك الرقم العالي لانه راح اوضحكم ايكت بي 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 او لا يوں لكي تلعب تير 6 وياه يكون درعك أقل شيء 30 مليون وهذا رق فقرت PVP، ليش أن هذا الشيء لا يؤثر على PVP بشكل كبير لكن أيضاً تستخدمه بطرق مختلفة بالنسبة للوط، تم تحسين اللوت بشكل كبير اللوت الخاص بالمهمات challenge زاده بالنسبة للوط، يعني جودة اللوت ازداد بالنسبة بسيطة بالنسبة لمهمات challenge لكن بالنسبة كبيرة ازداد من المهمات الهيرويك والمهمات الليجندري الصراحة اللوت اللي موجود بالهيرويك والليجندري يعني سيء جدا حاليا فما أعرف إن شاء الله هذا التحديث يخلي اللوت يكون أفضل بالنسبة لصناديق الداركزون هنا بالنسبة لصناديق الداركزون والصناديق الكلان والصناديق اللي توقع لك لما تلفل الساعة عمالتك كل هاي الصناديق راح تبدي تنطيك لوت أفضل مما هو عليه حاليا لأنه أيضا اللوت اللي موجود حاليا بالصناديق سيء يعني تفتح بالداركزون المرة تفتح 20-30-40 صندوق وما حصل ولا قطعة مفيدة بالنسبة للإكزوتك تم سحب كل الإكزوتك من اللوت بول يعني اللوت اللي موجود باللعبة الإكزوتك كلها انسحب من المهمات راح يكون فقط تحصل الإكزوتك بالمهمة ما يوقع لك من البوس يعني ما يوقع لك كلوت من البوس راح تحصلك كمكافأة لما تخلص المهمة يعني لو خلص المهمة حاليا ينطوك قطع مثلا مرات ينطوك فيست جنطة سلاح أي شيء كمكافأة انه خلصت الميشن هذي فراح هاي المكافأات ممكن تكون إكزوتك فما راح تحصل الإكزوتك كلوت من البوس طبعا الإكزوتك اللي راح تحصره راح يكون مطابق للتارجت لوت أو اللوت اللي انت مستهدفه يعني المهمة إذا كانت تنطي فيستات فالهولستر أو عفوا فالفيست اللي يوقع لك من هذا من هاي المهمة أو القطعة الإكزوتك اللي توقع لك من هاي المهمة راح تكون فيست إكزوتك ما راح تكون شيء ثاني أوكي ممكن يوقع لك إكزوتك آخر بالمهمة أوكي من البوس ممكن يوقع لك ممكن يوقع لك مسدس ممكن يوقع لك سلاح آخر ماك فرق لكن بشكل أساسي راح يوقع لك الفيست إذا كان التارجت لوت عندك فيست وإذا كان أسولت راح يوقع لك أسولت وحسب هاي الأمور بالنسبة للمهمات اللي جندري أو القطعة الحصرية يعني مثلا البيك هورن يوقع باللي جندري فاللي جندري بشكل أساسي ينطيك البيك هورن إذا نطاك إكزوتك إذا نطاك إكزوتك ثاني يعني لو كنت جدا ما حظوا تحصل اثنين إكزوتك بنفس الوقت ممكن يكون واحد منعتهم الآخر شيء مختلف ممكن هولستر فيست جنطة أي شيء هذا بالنسبة للإكزوتك بالنسبة للمهارات الصراحة معدلين بشكل كبير على الخلية ده أشوف بشكل عالي لكن معدلين أيضا على الكيم لانشر أو مسدس الكيميائي بالنسبة للمسدس الكيميائي اللي هي المزودين اللي هي المالتها بنسبة 11% العتاد الخاص بالمسدس لما تكون سكل تير صفر بدالة الثلاثة راح يكون اثنين بالنسبة ل ناو قين ون دخل نشوف اوكي هنا لما توصل سكل تير أربعة راح تزداد عندك راح يضيفو لك عتاد آخر بالنسبة للمسدس الكيميائي اللي عندك طبعا بالنسبة لكل المسدسات لما توصل تير أربعة دي يزيدو لك هنا تلاحظ انه يزيدو لك يزيدو لك عتاد اضافي بالنسبة للمسدس النار مسدس الكيميائي او قاذف الغاز خفضوا ضرر الانفجار اعتقد كان بي خلي نشوف وين كان بيس امو الورد بيس امو امو اكس دايسر طبعا هنا انا شفت الاسكل واحد من الاسكلات مخفضين الدمج اللي خاص به بنسبة ضرر الانفجار الخاص به بنسبة خمسين بالمئة بالنسبة للكيم لانشر النار الريستورر هايف او الخلية اللي انعاش طبعا هنا المدى مالتها صار بدال ما يكون ستة متر صار ثمانية متر لما تكون سكلتير صفر طبعا هنا يقول لك الزيادة اللي دا تصير بالمدى بدال ما يكون عشرين بالمئة حاليا كان كل ما تصعد سكلتير يزداد مدى الخلية مالتك عشرين بالمئة خفضوا وسووا عشر بالمئة طبعا لما تكون على سكلتير صفر بنسبة لكل الخلايا راح يكون عندك بدال اتناعش ثمانية شحنات لما توصل كل سكلتير راح يصعدك اربع شحنات بالنسبة للريستورر خلية التجديد سرعة الهيل اللي يتحصلها او سرعة الدرونات الصغيرة اللي يطير من الخلية حتى تهيل اللعب زادت سرعتها بالنسبة عشر بالمئة او يزداد سرعتها بالنسبة عشر بالمئة اعتمادا على سكلتير يعني كل سكلتير كل مستوى مهارة يصعد لك سرعة عشر بالمئة وهذا الشي انا اشوفه مفيد جدا بالنسبة للبي في بي راح يكون طبعا هنا قوة التجديد بالأوفرشارج يعني قوة الهيل بالأوفرشارج بدال ال120 بالمئة راح يصير 140 بالمئة المدى بدال ما يكون 175 بالمئة راح يكون 200 بالمئة عند الأوفرشارج الستينجر او الخلية الدمج احنا سرعة الدرونات مالتا راح تزداد 5 بالمئة كل ما تزداد سكلتير 80% Drone Speed Ration طبعا سرعة الخلايا هاي يزاد بنسبة 80% بالـ Overcharge خلية الانعاش راح يكون بيها فقط خلية الانعاش بدل ما يكون بيها أربعة لما تكون سكل تير صفر راح يكون بيها فقط واحد يعني احنا كنا نسوي هاي شغلة نرمي الخلية مالتنا يمنى ونلعب بالريد لما يوقع أي لعب الخلية مالت يتصحي فأخسر فقط شحنة وحدة ما أخسر كل الشحنات لما أنا يوقع فهم شالوا هاي شغلة خلوها فقط شحنة وحدة خلية الانعاش وكي لما تكون سكل تير صفر لكن سرعة التبريد مالتها هنا التبريد أو الكول داون ماته خفضوا من 240 ثانية إلى 180 ثانية وكي طبعا هنا يقول لك كل الريفايفر هاي الخلية كل ما تصعد سكل تير كل ما تحصل شحنة إضافية سرعة الجسمة يزاد بنسبة 5% سرعة الدرونات اللي تطلع من الخلية هنا الرينج المدى الخاص بالخلية بالأوفر شارج بدال 75 صارت 100% البوستر هاي أو خلية البوستر اوكي هنا هاي خلية البوستر طبعا خلية البوستر أيضا صارت 8 بدال 12 الأوفر شارج طبعا كل ما تصعد سكل تير تحصل أربع شحنات إضافية الخلية هاي بعد ما تزود الوابن دامج طبعا حاليا هاي الخلية البوستر هاي بتصعد عندك ضرر السلاح لكن بعد التحديث هذا ما راح تزاعد ضرر السلاح لكن إيش راح تسوي راح تزيد لك إيش راح تطيق بوف للهازارد بروتكشن الحماية من الأخطار مالتك يطيق وابن هاندلين مهارة التعامل مع السلاح والميلي دامج وضرر الضرر الكوع لما تكوع بالسلاح مالتك يزداد نسبة الضرر البوستر هاي بأيضا السرعة اللي درونات مالتها خلي نشوف هاي بوف استيم الفيشنسي ناو جين خمسة سبيد أيضا خمسة بالمية بالنسبة للبوستر هايب راح تشيل من عندك تأثير الحالة لو كان عليك تأثير حالة فالبوستر هايب تلغي هاي تأثير الحالة من عندك أشوفه مفيد البوف نسبة البوف نسبة البوف نسبة البوف من 10 إلى 20% نسبة البوف بدلا ما يكون 10% من البوستر هايب صار 20% لما تكون سكل تير صفر جودة البوف صعده من 10% ل 33% كل سكل تير يعني كل سكل تير بدلا ما تصعد 10% راح يزداد 33% نتخلي نشوف بعد هنا خلية الخاصة بالتقني هاي الخلية اللي هنا طبعا كل ما تصعد سكل تير يزداد أربع شحنات هاي بناو جين 10 رينج بير سكل تير 10% رينج إضافي كل ما تصعد مستوى مهارة السرعة أيضا 10% رفريش سكل من 1 إلى 3 سنة سكل تير صفر طبعا السرعة اللي ينطيق بيها البوف الخلية هاي ازداد بدلا ما يكون 1 ثانية لما تكون سكل تير صفر صار 3 ثانية طبعا كل ما تزداد اللي يلعبون الخلية هاي دائما يلعبوها لما يكون عندهم سكل تير عالي فهذا شي مو مهم الرفريش نكريز مو شي مهم هاي بناو جين 50 سكل هيست عدولة جماعة الأوفر شارج لما يكون أوفر شارج المدى المدى وقوة الشارج اللي يتحصل لليزاد بنسبة 100 بنسبة للشارج والمدى بنسبة أو المدى بنسبة سرعة مهارة يحصل 150 بالمية مدى أشوف أشي مهم أساسا بالنسبة للتراب أو الفخ الفخ الكهربائي الكولداون فترة التبريد أو السكون مالتها ازداد من 50 إلى 60 ثانية لكن المدى مالتها أيضا ازداد المدى اللي تخلي بيها التراب بدالة 30 ثانية صارت 60 ثانية هذا بالنسبة للسكلات طبعا فقط ثلاثة اسكلات معدلين عليها اللي هي الكيم لانشر والهايف والتراب التراب صار مفيد بشكل أكبر بما أنه واحد دقيقة صحيح أنه مدة السكون مالتها زاد 10 ثواني لكن الدوريشن مالتها زاد 30 ثانية وهذا شي مفيد بالنسبة للPVP هنا طبعا هذا شي مهم جدا زادوا الأسولت أو البندقية الهجومية بنسبة 9% الدمج الخاص بالبنادق الهجومية صراحة لأنه كانت مغدورة بالتحديث اللي فات أعتقد هسا يصحون المسار ورجعون البندقية الهجومية حتى تكون يعني مناسبة للعب أو خلينا نقول مساوية للأسلحة البقية بالدمج الدمج الخاص بالسترايكر درون أو الدرون اللي يدمج ازداد بنسبة 30% الكيم لانشر النار طبعا ضرر الانفجار اللي بيها تخفض بنسبة 50% أعتقد أنه خلاص قضوا على الكيم لانشر الناس اللي تستخدمها بشكل كبير مرات بالدارك زون حاليا بعد هذا التحديث رح يكون غير مفيد نهائيا طبعا هاي الشغلة اللي هنا اللي قلتلكم عليها كبير أو المهارات تكون بشكل كبير مفيدة بالPVP أنه كل المهارات اللي تخليها أنت رح تاخذ أربع ضعاف الدمج اللي خلي نقول الدمج اللي يجي من الأعداء يعني أي لعب على سبيل المثال أنه أنا خليت خلية أي لعب يدمج الخلية مالتي رح يدمجها أربع ضعاف إضافي أوكي وبهاي طريقة الخلية تتدمر مباشرة يعني أي سكلت خلية ممكن اللعب بكل سهولة يكسر لك إياها فهذا أعتقد رح يكون مفيد أنه الناس ما تعتمد على السكلات بشكل كبير يعني يلعب سكلتير صفر لكن الخلية مالتها تبقى وتدمجها ساعة ما تتكسر حاليا هاي شغلات أيضا رح تروح أعتقد هنا التعديلات أو التصليحات الصراحة اللي استمال التصليحات عالية جدا بالنسبة للشغلات كل شيء هنا تقدرون تقرون مدى أشوف أنه الجديد عليهم وما دائما عندهم أخطاء وعندهم شغلات في يحتاجوني يعدلوها طبعا بعض منعدها الـ Global Event مالتهم شغلات أوقات مثلا هنا مختلفة هنا الـ Gear Score الـ Striker ما يظهر واجهة المستخدم هواية شغلات هنا معدلين عليهم طبعا هذا كل ما راح يجي بالتحديث القادم بالتفصيل وضحت لكم إياه إذا عادكم أي سؤال أي استفسار تقدرون تكتبوا ليها بالتعليقات تحياتي لكم أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله